يعني أنا أعرف بغداد بيها الإمام الشافعي أو منها الإمام الشافعي وفيها الإمام أبو حنيفة و يعني أعتقد ثلاثة الشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل ما كانت بغداد في التاريخ وفي الدين الإسلامي كيف تقرأوها؟ الإمام الشاهد أبو حنيفة هو إمام من إمة بغداد نعم و قبره في مقبرة الخيزران نعم الآن بالعظمية والإمام أحمد إمام أهل السنة أو محي السنة في مقبرة باب حرب هو الإمام عبد الرحمن بن الجوزي وين صير المنطقة؟ وين الآن في بغداد من جانب الرصافة؟ الفندق التركي نعم هو هناك تمام الإمام الشافعي درس في بغداد ودرس في بغداد درس عنده محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبو حنيفة وأخذ أبو حنيفة أبو أحمد بن حنبل العلم عن الإمام الشافعي فكان له رأيان رأي قاله في بغداد وهو الرأي القديم والرأي الجديد قاله في مصر فكانت العلاقة قوية بين الإمام الشافعي وبين بغداد لذلك قال بغداد جنة الدنيا والعالم إذا مات في بغداد يخرج من جنة ويدخل في جنة أخرى كما قلت فالإمام أبو حنيفة في بغداد هو واحد من الأئمة إضافة إلى أولياء بغداد سيدنا الإمام موسى الكاظم والإمام الشافعي يقول إذا لما كنت في بغداد هذا الإمامنا الشافعي ثابت عندنا عن أبي علي المديني يقول لما كنت في بغداد وإذا وقعت في شدة أو في هم أو في ضيق ذهبت إلى موسى بن جعفر في مقابر القريش ودعوت الله وأنا في ذلك المكان يقضي الله حاجتي للمناسبة في اليوم قلت هذا الكلام في خطبة سيدنا الشيخ عبد القادر بالتلفزيون نعم قلتها يوم الجمعة التقيت بالمرحوم سادن الحضرة كاظمية قال سويتنا شغلة شبيرة يا معود صار هجوم علينا من السنة والشيعة على قبر الإمام موسى بن جعفر لما قلت كلاما الإمام الشافعي هذا ثابت عندنا أنه أضريحة الصالحين أماكن الأولياء أماكن البركة بذكر الصالحين تنزل الرحمة وبوجودهم تحل البركة فبغداد هي ميدان الأولياء بغداد الإمام الكسائي إمام الكوفيين يقول القرآن نزل في مكة وقرئة في العراق بلد العلماء نعم نعم